دي النتيجة اللي ان شاء الله هنوصل لها في نهاية الفيديو ان انت ممكن تسحب اي ملف وديزهر معك اللي هو ادراك تري بحيث ان انت تقدر تعمله عملية ادراك او مشاركة في اي من البرامج والتطبيقات اللي حضرتك شايفها امامك واللي انت هتعمله هتسحبه وترميه في قلب التطبيق هتلاقي التطبيق فتح معك هتبدأ تضغط على ارسال هيتم مشاركة الملف بمنتهى البساطة زي ما حضرتك شايف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله نستعرض ميزة من المميزات الخفية اللي موجودة في ويندوز حدواشر خمسة وعشرين اتش تو وهي ميزة دراك تري الميزة دي بتمكنك ان انت تسعب اي تطبيق او اي ملف او اي مستند عندك او اي صورة وترميه في اي تطبيق من التطبيقات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعك وتعمل له عملية مشاركة لو حضرتك حبيب تعرف هتفعل الميزة دي ازاي تابع معايا الفيديو لنهاية الخطوة الاولى اللي انت هتعملها تفتح المتصفح الخاص بيك وتيجي في خانة البحث تكتب وتاخد اول نتيجة من نتائج البحث تضغط عليها انا انتظر هيفتح معانا موقع جيت هاب هنبدأ ننزل لتحت هيظهر عندك اه نوعين فايف تول لو كان المعالج بتاعك انتل زي ما حراك شايف وفايف تول لو كان المعالج بتاعك سيناب دراجون طبعا انا هاختار الخيار الاولاني لان المعالج بتاعي انتل تبدأ تضغط عليه وتنتظر للحديث ما يظهر معاك ملف التحميل زي ما حراك شايف كده ملف صغير ابدأ اضغط على تحميل بمجرد ما ضغطت على تحميل تم تحميل الملف بمنطقة البساطة هنبدأ نضغط على اغلاق بعد ما حملت الملف جبته على سطح المكتب عشان افك الضغط عنه هبدأ اعمل كليك يمين واضغط على فتح وهبدأ افك الضغط عنه ببرنامج وين رار هبدأ اختار استخراج الى وبعد كده اضغط موافق هيتم فك الضغط عن الملف ويظهر معايا بالصورة اللي حضرتك شايفها امامك الخطوة اللي بعد كده هبدأ اعمل كليك يمين على الملف وابدأ اعمله عملية تغيير للاسم وسميه فايف تول فقط دي خطوة مهمة جدا عشان البرنامج يشتغل معايا بمتهى البساطة الخطوة اللي بعد كده هبدأ اقف على الملف واعمل كليك يمين وابدأ اعمل نسخ تمام واروح رايح على مايك كمبيوتر افتحه وبعد كده على القرس المحلي اللي هو قرس ستي وابدأ اضغط كليك يمين واعمل عملية لسق طبعا هتلاقي القرس المحلي بقى موجود في فايف تول الخطوة اللي بعد كده هروح رايح على شريط المهام واجه في خانة البحث الموجودة تحت هبدأ اكتب CMD هيبدأ يظهر معايا مواجه الاوامر هبدأ اعمله عملية تشغيل كما سقول دي خطوة مهمة جدا اضغط طبعا هنتظر لحديث ماء CMD يفتح معايا هيفتح معايا بالصورة اللي حضرتك شايفها دي دي مجموعة طبعا من الاوامر هنفزها معا بعض ان شاء الله هتركها لك في قلب صندوق الوصف الخاص بالفيديو مجموعة الاوامر اللي فوق ديت دي اللي بيها هننفز الخاصية ولو حبيت تلغيها هننفز الاوامر تحت هبدأ اخذ الامر الولاني ده نسخ وضعه واضغط على انتر هبدأ انسخ امر امر من الاوامر هضغط على CMD هيتم لسقه بيقول لي تم التنفيذ بنجاح هبدأ اخذ الامر التاني هاخده نسخ هروح رايح برضو اعمل كليك يمين هتلاقي الامر تم لسقه بمتهى البساطة هاخد الامر التالت بنفس الطريقة هاخده نسخ ومجرد ما اضع المؤشر بتاع الماوس هيتلاقي على طول واعمل كليك هتلاقي الامر تم لسقه هقفل كده احنا نفزنا الامر بنجاح هقفل CMD كل اللي مطلوب منك في الوقت ده هتروح رايح على قيمة ابدأ تضغط على اللي هو اعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر عشان يتم تنفيذ هذي الاوامر اعمل اعادة تشغيل الجهاز الكمبيوتر وارجع ليك مرة تانية بعد اعادة تشغيل الكمبيوتر هتبدأ تسحب اي ملف موجود عندك على سطح المكتب هتلاقي اسحب للمشارقة وتظهر معاك ايكون دراك تري هتبدأ تختار انت عايز تبعد الملف ده للهاتف ولا للواتساب ولا القيوبايلت او خيارات اضافية لو ضغطت على خيارات اضافية هيبدأ يظهر لك مجموعة كبيرة من التطبيقات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك انا انتظر طبعا لما التطبيقات اللي موجودة على نسخة الويندوز تظهر معنا ونبدأ نختار التطبيق اللي احنا حابين نبعت عليه هنا لو انت هتبعت للهاتف او للايميل او للتليجرام او للواتساب او لأي من التطبيقات المتاحة على نسخة الويندوز الخاصة بك طبعا ميزة جميلة جدا زودت بيها شركة ميكروسوفت نسخة ويندوز حداشر خمسة وعشرين اتشتو كل اللي بتعمله تسحب الملف تبدأ تبعته للتطبيق او البرنامج اللي انت حابب تعمل معاه مشاركة طيب لو انا حبيت ان انا وقف هذه الميزة كل اللي انت تعمله تروح رايح على شريط المهام ومنه على خانة البحث هنبدأ نكتب CMD هيبدأ يظهر معك موجه الوامر هبدأ اعمله تشغيل كما سقول هقول له نعم هيبدأ يفتح معايا موجه الوامر هروح رايح على الاوامر اللي انا سيبها لك تحت دي دي اوامر للغاء هاخد الامر الاولاني بس ده اخده نسخ اعمل كليك يمين هيتم لصقه هاخد الامر الاولاني نسخ كليك يمين تم تنفيذ الامر بنجاح هبدأ ياخد الامر اللي بعده نسخ كليك يمين تم تنفيذ الامر بنجاح وهكذا الامر التالت تم تنفيذ الامر بنجاح ابدأ في مجموعة الوامر ابدأ في الستي امي دي اروح رايح على قيمة ابدأ ومنه على اعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر عشان الاغي الميزة اللي انا فعلتها بنجاح طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمتش جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعم الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان وصلاة منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته